معسكر خالد مسرح عمليات ملتهبة منذ أسابيع حيث تحاول الشرعية بسط سيطرتها عليه ولكن في المقابل تستميت الميليشيا في الدفاع عنه كونه أكبر وأهم معاقلها في جبهة الساحل الغربي المعسكر الذي يقع على بعد 40 كيلو مترا شرقي المخى ويتربع على مساحة جغرافية شاسعة تشرف على مفترق الطرق الرابطة بين الحديدة وتعز بالإضافة إلى كونه أهم مخازن السلاح منذ فترة المخلوق وهذا ما يفسر اتخاذه مركز سيطرة وإمداد من قبل الانقلابيين سقوط المعسكر يعني تمهيد الطريق للتقدم غربا كونه آخر التحصينات الطبيعية والعسكرية الممتدة من موزع وحتى المناطق الحدودية مع محافظة الحديدة وبحسب خبراء عسكريين فإنما يفسر تأخير سقوط المعسكر هو كميات الألغام الكبيرة التي زرعتها الميليشيا على الطرق المؤدية إليه علاوة عن التحصينات الطبيعية والخرسانية بداخله والتي تقلل من فاعلية الضربات الجوية أما في ريف تعز فقد تمكنت وحدات من اللواء 35 مدرع من استعادة السيطرة على جبل الرضعة والهوبين في منطقة الأقرور وبحسب مصدر ميداني فإن قوات الجيش سيطرت أيضا على جبل العساق والشجرة مؤكدا سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا خلال المواجهات اشتركوا في القناة